من جهتها قالت سيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع الفيسبوك إنها شرفت باستقبال قرينة رئيس جمهورية بولندا أجاتا كورنهاوز وضفت سيدة انتصار السيسي أن اللقاء كان حافلا بالمناقشات التارية حول اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدوي الهمم وتمكين الشباب وذكرت سيدة انتصار السيسي أنه تم التطرق خلال الحديث عن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تغيير وجه الحياة في جميع أنحاء الجمهورية واشددت سيدة انتصار السيسي على ترحيبها بضيوف مصر الكرامة متمنية لهم قضاء وقت ممتع في بلدهم الثاني مصر